موسيقى الثانية عشرة والنسب بتوقيت الجزائر الواحدة والنسب بتوقيت القدس المحتلة نشرة الظاهرة تأتيكم من الوطن الجزائرية وهذه أبرز عنوينها إشادة دولية باتفاق السلام المالي المبرمي ضمن مصاري الجزائر والأعمام را يأمل أن يكون الاتفاق ملهما لفرقاء الأزمة الليبية موسيقى الاحتجاجات أمام الشركات الأجنبية في عين صالح تحرج السلطة وتحذيرات من تحول الاحتجاج لعصيان مدني وفي فلسطين المحتلة السنكار داخل غزة ضد وسم مصر لحماس منظمة إرهابية وتخوفات من تطور الأمر إلى ضربة عسكرية السلام عليكم حظي اتفاق السلام الموقع بين الأطراف المالية بإشادة دولية واسعة وثناء على الجهود المشتركة التي قادتها الدبلوماسية الجزائرية لإرساء السلم والمصالحة بين الفرقاء المتصارعين في مالي وفي سياق ذي صلا عبرت الخارجية الجزائرية عن أملها في أن يكون هذا الاتفاق مصدر إلهام للفرقاء في ليبيا ضياء الدينزياري والتفاصيل إشادة دولية واسعة بالجهود المشتركة التي قادتها الجزائر لإرساء السلم والمصالحة في مالي فرنسا التي لطالما كانت تعد أبرز عقبة في طريق إنجاح الحوار المالي أشادت على لسان وزير خارجيتها لوران فابيوس بنجاح الدبلوماسية الجزائرية في جذب كافة الأطراف على طاولة واحدة لتوقيع اتفاق شامل من جهة أخرى عبرت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان سفيرتها في الجزائر جوان بولاشيك عن ارتياحها للاتفاق معربة عن دعم الحكومة الأمريكية للجزائر في مسارها المينوسما والمؤتمر الإسلامي اعتبر الاتفاق بمثابة الأرضية الصلبة لمواصلة الحوار وإرساء السلم دعيتان أطراف الأزمة المالية إلى تطبيق بنود الاتفاق على الأرض سفراء دول الجوار في الجزائر هم أيضا اعتبروا الاتفاق ثمرة مجهود مشتركة معكدين على أهمية التطبيق الفعلي لبنود الاتفاق من طرف الفرقاء الماليين الموقعين عليه الجزائر وعلى لسان وزير خارجيتها أرامطال عمامرة اعتبرت أن هذا الاتفاق يجب أن يكون ملهما لحل الأزمة في ليبيا تصريح يجعل المراقبين يتوقعون أن تكون الجزائر مستقبلا في أحسن رواق للعب نفس الدور في الأزمة الليبية فهل ستقود الجزائر من جديد الجهود الإقليمية لحل الأزمة الليبية سلميا؟ شهد مصار محتجي عين صالح منعرجا جديدا بإقدامهم على الاحتجاج والاعتصام أمام مقرات الشركة الأجنبية وهو ما يشكل بحسب متابعين حرجا للسلطة ويؤشر هذا المعطى على أن المحتجين فهموا أن تصعيد الضغوط على المسؤولين يمر عبر بوابة هذه الشركات والتي تحظى قراراتها وحتى ملاحظاتها باهتمام بالغ في مقابل تجهل السلطة لرأي العام في قضية الغازية السخري بالخير معافة تصعيد الاحتجاج بالتوجه إلى الشركات الأجنبية المتواجدة بعين صالح هو الوسيلة الوحيدة التي رآها أبناء عن صالح الرافضين لاستخراج الغازي السخري قادرة على إحراج السلطة وإرغامها على عدب المواصلة في هذا المشروع هناك اتفاقية توقيحة يعني يبدو أن السلطة في مأزق وأنها غير قادرة على التراجع في هذه الحالة الاستمرار الاحتجاج خاصة مع تصميم الذي ظهر على المحتجين الاستمرار في الاحتجاج سيضع السلطة في حالة من الحرج وسيضعف موقفها ولاحظنا بأنه في المرة الأخيرة هناك حزاب تنسيقيات الانتقال الديمقراطي التي قررت لعب هذه الورقة والدعوة إلى التظاهر في الشارع وكان من المسيرة في حد ذاتها قد سبب بعض الحرج السياسي أيضا طريقة التي منعت بها الضهور البلاد وكأن الساحة مغلقة أمام العمل السياسي ما كانت تخشاه السلطة يبدو أنه حدث فعلا فقد عادت قضية لا أمن في الجنوب إلى الساحة وهو البعبع الذي تخشاه السلطة من قبل خاصة أن المواطن كان يشكل طرفا قويا في المعادلة الأمنية التي بنتها السلطة وهو الأمر الذي سيشكل بحسب المتتبعين تحدي حقيقي جديد للدولة الجزائرية إلى الأساليب العنيفة أو الأساليب الفجة هذه في إنهاء الاحتجاج هي خيار خاطئ تماما النتيجة فيما بعد ستكون فتح المجال لأكثر تطرفا ولأكثر ميلا لاستعمال العنف في مواجهة السلطات هذا سيؤدي حتما إلى تدهور الأوضاع في هذه المنطقة ولا يجب أو يجب لا ننسى يجب لا ننسى بأن هناك من يتصيد مثل هذه الفورة من أجل رفع شعارات منطقة الجنوب سمعنا فيها خطاب الانفصالين منذ سنوات يتم إخماد هذا الحديث بطريقة أو بأخرى لكنه يختفي فترة ثم يعود ليظهر على السطح مرة أخرى تبقى نتيجة تصعد الاحتجاجات الرافذة للغاز الصخري بدخولها خط المواجهة الساخنة مع السلطة تعرف غموضا لا يمكن أن تجيبنا عنها إلا الأيام القاتمة في سياق متصل استقبل وزير الطاقة يوسف يوسفي أمس الأحد بالجزائر العاصمة وفدا أمريكيا بقيادة مساعدة كاتبة الدولة أو كاتب الدولة لشؤون الشرق الأوسط السيدة آن بيترسون ومساعد كاتب الدولة لشؤون الاقتصادية والتجارية تشارز ريفكين حسب ما أفاد به بيان للوزارة وتطرق يوسفي مع الوفد الأمريكي إلى إمكانية التعاون في مجالات التكوين والطاقات المتجددة إلى جانب الصناعات المحلية للتجهيزات التقوية حسب ذات البيان في مجال التعاون دائما كشف وزير الصناعة والمناجم عبدالسلام بوشوارب أن الجزائر بصدد عقد 56 مشروع شراكة مع مؤسسات فرنسية شهر مايو المقبل واصفا الشراكة الاقتصادية والصناعية بين البلدين بالمرضية للغاية بوشوارب أوضح خلال اللقاء الذي جمعه مع الوزير السابق والممثل الخاص للعلاقات الجزائرية الفرنسية جون لوي بيانو أمس بفندق الأوراسي أن الاجتماع التقييمي مناسبة لكل الطرفين للوقوف على المشاكل والنزاعات التجارية القائمة بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية أو تلك التي تعترض تطبيق بعض الاتفاقية الثنائية في شانيا سياسي تباينت التحليل والتعاليق حيال التراشق الإعلامي بين كل من الأمينة العامة لحزب العمال وزح النون والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني بين من يراه سعيا لتحقيق مصالح شخصية في حين يراه آخرون تقربا أكثر من أصحاب القرار في السلطة وليد سليم عندما تتسبق أحزاب إلى خدمة الرئيس وحشيته من أجل مآرب شخصية وعندما ينقلب المشهد السياسي المبوء أصلا إلى حالة انحضار والذي يفتقد لاحترام الممارسة الديمقراطية يعكس مستوى رؤساء بعض الأحزاب في الجزائر يقول أحدهم أن التراشق بين الوزح النون وعمار سعداني ونشر كل منهما غسل الآخر كشف حقيقة بعض من يتبوأ المنابر الإعلامية والسياسية في البلاد ولكن يبدو بأن تقريبا التنافس في محبة الرئيس ومحبة النظام جعل الشخصيتين تدخلان في هذا العراق وهذا الحراك السياسي الذي أعتبره أنا جدلا عقيما لماذا لن يقدم صراحة صورة هزيلة عن خطاب سياسي كارثي وصلنا إليه خرجة الأمينة العامة لحزب العمال الأخيرة وانتقادها للرئيس بوتفليقة ورجال الأعمال والتي أسالت الكثير من الحبر أعطى خلالها البروفيسور إسماعي المعراف قراءة من زاوية مختلفة لحنون التي قال إنها محسوبة على إحدى الأجنحة في منظومة الحكم والتي ظلت تلعب لعقود في الحديقة الخلفية للنظام أنا تبعت بعض من ما قالته السيدة الوزاء حنون من في الجرائد وحتى بالنسبة لسيدة الإعلام ولكن نعتقد أن الخرجة هي تمت باتفاق مع من يحكم في هذا البلاد بالنسبة لتصريحاتها كالوزاء حنون لماذا؟ لأن الوزاء حنون صراحة أنه أصبحت تقريبا عبء على السلطة لأن الناس كلها اكتشفوا بأن هذا السيدة التي ظلت صراحة أن تعرض النظام أصبحت تهادن النظام وترتمي في أحظانه بشكل لا يخدم النظام فطلب من هذا النظام أن تتراجع نوعا ما وأن تتأسس من جديد كمعارضة نوع المناعمة soft position هي إذن تصريحة هلمية تخفي بين طياتها صراعات خفية بين أجنحة تريد فرض أجندتها وتسير دفة الحكم في الجزائر لصالحها وإشغال الرأي العام بطرهات بعيدا عما يعانيه المواطن البسيط في شؤون الجبهة الاجتماعية خلف فيضان وادي السومان ببلدية القصر بولاية بجايا خسائر مادية كبيرة تمثلت في إطلاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية يأتي ذلك في الوقت الذي عبر فيه السكان عن سيائهم مرجعين سبب الحادث إلى إهمال الجهات المعنية إيمان عبروس استيقظ سكان بلدية القصر بولاية بجايا وسطاعله وخوف كبير إثرى فيضان وادي السومان حيث تسببت المياه في غلق الطريق الوطني رقم 12 كما أتت المياه على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية مألحق ضررا وخسرة كبيرة للفلاحين وأكد سكان المنطقة أن سبب فيضان الواد يعود للإهمال واللمبلات مديرية الريب الولاية في الوقت الذي يعاني فيه من شق كبير في جدرانه الرئيسية ما قد يتسبب في كارثة أخرى ما هو الأمر؟ كل ما جعلت رغم علم الجهات الوصية بالأخطار التي كان يحملها واد السمام إلا أنها تواصل الإهمال الذي قد يهدد المنطقة في المستقبل فهل ستتدخل الجهات الوصية لإنقاذ السكان قبل حدود كارثة أكبر؟ أحيط الحماية المدنية الجزائرية أمس الأحد على غرار نظيرتها في الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للحماية المدنية يومها العالمي الذي يحمل هذه السنة شعار الحماية المدنية والتقليل من الكوارث في إطار التنمية المسادمة وقد تم اختيار ولاية برج بوري ريج هذا العام لاحتضان التظاهرات الاحتفالية الرسمية بهذه البناسبة التي تصادف الفاتحة من مارس تغطية محمد دلومي والقراءة لإيمان عبروس برنامج ثري ومتنوع ميز التظاهر عبر نشاطات رياضية وعلمية علاوة على تنظيم نذوات ومحاضرات تبرزه دورة مهام الحماية المدنية بصفة عامة خاصة في مجال الوقاية والتدخل في حوادث المنزلية حماية المدنية في الأوين الأخيرة عرفت تقدمها نوعيا في مجال تعداد البشري أو في مجال الوسائل التدخلية فيما يتعلق المجال كان التكوين كان اختيار استراتيجي بالنسبة لنا لأنه يهدف إلى تأهيل الأعوان والإطارات من أجل أن نعطيهم كل كفاءات ضرورية لتكفل بالأخطار العادية وأيضا الأخطار الكبرى نعطي على سبيل المثال كانت فيها أكثر من 4600 عملية تكوين متخصصة في مختلف تخصصات لتهم قضعنا أكيد أن الوسائل تم إعادة النظر في كل وسائل تجديدها وإقتناء آخر الوسائل التي تسمح لنا بأداء مهامنا المنطبة بها بكل احترافية وبكل نجاعة المدير العام للحماية المدنية أشرف رفقة السلطات المحلية على تجشين معرض يبرز نشاطات هذا السلك والوسائل المستعملة في حماية الأشخاص والممتلكات فضلا عن حضور جانب من المناورات الاستعراضية هذه العملية التي انطلقت في 2010 والتي سميناها مسعف لكل عائلة عرفت رواجا كبيرا حيث تم لحد اليوم تكوين 66 ألف مواطن والعمل يراحي مستعمرة فيه المواطنين يسجن نفسهم على مستوى الوحدات ويتم الاتصار بهم مباشرة بعد انطلاق دورة تكوينية الهدف هو استكمال استكمال الحركة التدخلية بصفة عامة لأن المواطن هو في معظم الأحيان يكون أول من يكون في عن المكان لما يكون متكوين راح يساهم في عدم تفاقم الوضع أولا وإعطاء الإسعافات الأولى ضرورية من أجل إنقاذ الأشخاص يذكر أن الجزائر انضمت إلى المنظمة الدولية للحماية المدنية سنة 1976 حيث تعود من بين الأعضاء النشطين في هذا الجهاز مما أهلها لأن تترأس المجلس التنفيذ للمنظمة الدولية للحماية المدنية سنة 2003 ولثلاثة عهدات متتالية في سياق مجتمعي عام يميزه تقهقر الجامعة الجزائرية على الصعيد الأكاديمي والأخلاقي نظمت المجموعة الطلابية للخير نسعة تظاهرة ثقافية تدوم أسبوعا بهدف إحياء الخلق النبوي في الوسط الجامعي المبادرة بالتنسيق مع المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين شهدت مدخلة أكاديمية تخللتها فسحة إنشادية للأساد أحمد بن براهم مزيدا من التفاصيل في هذا التقرير شدا لعود جامعة جزائرية تتقذفها أمواج إشكاليات متعددة الأبعاد والأوجه وفي ذل سلم قيم متهاون انعكس سلبا على مردود الطلبة ومنتوجهم الفكري تأتي مبادرة المجموعة الطلبية للخير نسعة لنفض الغبار على موروث نبوي حضاري قلت منه المعاهد والكليات الجزائرية اليوم في ذل سطوة عولمة قلبت المنظومة المجتمعية رأسا على عقب تظاهرة الأولى من نوعها في الجامعة الجزائرية هي تظاهرة نأحي الخلق النبوي في الوسط الجامعي نهدف من خلالها باختصار وبلغة بسيطة إلى تغيير سلوكيات سلبية التي يعاني منها طلب الجامعيون اليوم إلى سلوكيات إيجابية ترضي النبي صلى الله عليه وسلم وتسهم في جامعة إيجابية جامعة راقية جامعة متمتعة بأخلاق هي نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الاقتداء بأخلاقه والاقتداء بنهجه من أجل الرد عن كل المشككين وكل من تفوهت أفواههم بالإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الفكر هو القاعدة الصلبة التي يستوي عليها صرح التطور والنماء لأي أمة فقدمت إحدى قاعة معهد اللغات بابن مسوس جمعا من الطلبة للاستفادة من محاضرة ارتج لها الأستاذ عبد الرشيد بوبكري استهدفت إنارة زوايا فكرية وعلمية مطعمة بأمثلة حية من الهدي النبوي الشريف للتأسيس لنمط تفكير إبداعي مبتكر ومتميز إنسان الذي لا يفكر بطريقة إيجابية وتكون لديهم مجموعة من الأفكار السلبية اللي يسمينها التفكير داخل الصندوق ليبقى إنسان داخل الصندوق فمثلا يعيش إنسان داخل الخوف ومثلا يعيش إنسان داخل الخوف من المستقبل يعيش داخل الإلزام يعيش نفسه بثانا بالماضي يعيش في الغضب يعيش في القلاق يعيش في التوتر هذه كلها نسميها صندوق تحول بين الإنسان وبين أنه يكون فيه تفكير إيجابي أجمع اللقاء شهدت أيضا نفحات إنشادية للأستاذ أحمد بن براهم الذي كان ضيف شرف اللقاء وما أحوج الجامعة اليوم لمثل هذه التظاهرات من خلالها نصحح مسارنا وسلوكاتنا من خلالها نقوم أخلاقنا من خلالها نزكي أنفسنا من خلالها نعود إلى النبع النبوي الشريف نشرتنا مسامرة من الوطن الجزائرية ونسهل جولتنا الدولية من فلسطين المحتلة حيث صبت ردود الأفعال حول تصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية من قبل محكمة القاهرة للأمور المسعجلة صبت في خانة الإسهجان كما أعربت أيضا عن تخوفها من تطور الأمر إلى ضربة عسكرية قد توجهوا ضد أطفال غزة تقرير تامير لبد قرار مصري جديد باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية وحظر جميع أنشطتها في مصر بإعاز من محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما للشهر الماضي باعتبار كتائب القسام منظمة إرهابية حركة حماس وصفت قرار المحكمة المصرية بالصادم والخطير واعتبرت إجراءات المحكمة باطلة وأن قرارها يأتي في ظل الحملة الشرسة التي يشنها الإعلام المصري لتشويه سورة حماس المحكمة باطلة من أساسها لأننا لسنا من رعاياهم ولسنا طرفا في خصومة داخلية مصرية نحن شعب فلسطيني له كرامته وله استقلاله وله عنوانه وبالتالي لسنا من رعايا إحدى الدول الأخرى يعني هذا التسخين الإعلامي البشع الذي شنه الإعلام المصري تحول إلى تسخين قضائه وتسخين سياسي وكل الخشية أنه يتحول إلى ضربة عسكرية ويتهور بعض القيادات في نظام المصري كما فعلوا بضرب أطفال في ليبيا أن يعودوا ليضربوا أطفال فلسطين القرار المصري قابله موجة استنكار واسعة من الفصائل الفلسطينية معبرين عن استنكارهم لهذا القرار الذي يمس فصيلا من أكبر فصائل المقاومة الفلسطينية وأن المستفيد الأكبر من هذا القرار هو الاحتلال الإسرائيلي نحن في حركة الجهاد الإسلامي نستغرب ونستهجن قرار المحكمة المصرية باعتبار فصيل هو رأس حربة المقاومة في الساحة الفلسطينية على أنه منظمة إرهابية ونحن نقول أن هذا القرار هو في مصلحة العدو الصهيوني وضد مصلحة مصر وضد مصلحة فلسطين يلبي لا شك أن هذا القرار ذو صبقة سياسية ووجهة سياسية ولا يستند إلى أساس قانوني معلن على الأقل وهو بالتأكيد قرار مرفوض وغير مقبول لدينا محللون وصفوا القرار بالخطير وأنه سيكون له نعكاس كبير على مناح الحياة في قطاع غزة مطالبين بضرورة تدخل عربي لثني مصر عن قرارها ارتباطنا بمصر هو ارتباط كبير وبذلك ستنعكس على جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة لذلك يجب أن يكون هناك موقف من قبل الدول العربية للضغط على الشقيقة مصر من أجل تجاوز هذا القرار والالتفاف عليه وكأنه لم يكن مرة أخرى تتأزم الأمور بين حركة حماس والنظام الحاكم في مصر بعد اعتبار المحكمة المصرية حركة حماس حركة إرهابية وسط إجماع على رفض هذا القرار وسط وقعات بزيادة الحصار على القطاع من الجانب المصري تمر لباد قناة الوطن الجزائرية غزة فلسطين في سوريا أعلنت قوى الثورة في مدينة حلب أمس الأحد رفضها مبادرة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا بشأن تجميد القتال بالمدينة وقالت إن أفكار ديمستورا لا ترقى إلى مستوى المبادرة وقالت الهيئة في بيان نشرته بعد لقاء تشوري لها إنها ترفض لقاء المبعوث الأممي إلا على أرضية حل شامل يتضمن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وأركان النظامه كما اشترطت محاسبة من وصفتهم بمجرمية الحرب من أركان النظام وأن تشمل مبادرة ديمستورا تجميد القتال في كافة المناطق السورية وليس في حلب فقط في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات بين أنقرة ورياض تشنجات بسبب اختلاف عميق في وجهة النظر في عديد القضايا أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى المملكة العربية السعودية الزيارة قالت الصحافة التركية عنها بأنها تسعى لرأب الصدع بين جماعة الإخوان المسلمين والرياض حسام تيكالي زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة العربية السعودية ستكون مثقلة بملفات قيل إنها هامة في ذل تطورات سياسية لافتة تحركها أحداث متسارعة تميز المنطقة زيارة يراها مراقبون تعمل على إعادة رسم خارطة التحالفات بالمنطقة في وقت تغولت فيه قوى على المشهد العام ما يعكس تخوفا سعوديا مما يسمى بالنفوذ الإيراني الذي تعظم غداة الانقلاب الحوثي والذي بات يشكل زوبعة قريبة من بلاد الحرمين تواجد طيب أردوغان بمملكة آل سعود والتي استهلها بعمرة لا تبدو أجندتها خالية من سعي الرجل الأول في تركيا لرأب الصدع بين القيادة السعودية وجماعة الإخوان المسلمين وفق الصحافة التركية أمر استبعده بعض المحللين الاستراتيجيين الذين يرون بأن الرياض وأبو ظبي ماضيتان في التضييق على الجماعة خصوصا بعد تصريحات الأخيرتين بمواصلة دعم النظام السيسي في مصر توقيت الزيارة تزامن ودعوة السيسي في مصر إلى ما سماه قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالمنطقة وهو الأمر الذي جعله كما يبدو في زيارة إلى السعودية وإن تزامنت وزيارة أردوغان فإنها لا تحمل أي مؤشرات عن احتمال تقارب بين أنقرة والقاهرة زيارة أردوغان إلى المملكة إذن هي مؤشر على تعافي العلاقات بين أنقرة والرياض وإن اختلفت رؤية العاصمتان بشأن الملف المصري ولأن السياسة لعبة المصالح فإن العلاقات السعودية المصرية لا تكون شيكا على بياض مثل ما قال كاتب سعودية في اليمن اعتبر الرئيس عبدرب منصور هادي من عدن العاصمة صنعاء محتلة من طرف الحوثيين التابعين حسبه إلى إيران هادي وفي خطاب أمام أعيان ومشايخ محليين في مدينة عدن أكد أن اتفاق النقل الجوي الذي أبرمه الحوثيون مع إيران لاغن متهما إياها والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح بإجهاض المبادرة الخليجية التي يعتبرها هادي مرجعية لأي حل سياسي للأزمة في البلد أخبار دولية أخرى في هذه المختصرات انطلق في جونيف اليوم الاثنين لقاء بين وزير الخارجي الروسي سيرغي لفروف ونظيره الأمريكي جون كيري ومن المتوقع أن يبحث الجانبان في اللقاء تنفيذ اتفاقات مينسك وتسوية الأزمة الإوكرانية أدى رئيس الأورغوي الجديد تباري فاسكيز أمس الأحد اليمين الدستورية أمام البرلمان خلفاء الرئيس الأفقر في العالم خصي موخيكا البالغ من العمر ثمانين عاما والمعروف في تقشفه يذكر أن موخيكا جعل هذا البلد الصغير الأورغوي والذي يضم ثلاثة فاصل ثلاثة ملايين نسمة شهيرا في العالم بفضل قوانينه الرائدة علنت البحرية الإيطالية في بيان لها إجراء مناورات البحر المفتوح اليوم الاثنين قرب السواحل الليبية بعد ارتفاع معدل الهجرة نحو السواحل الإيطالية والسعي للوصول إلى أوروبا وساهم انهيار النظام في ليبيا في تواتري مثل هذه العمليات إلى هنا نأتي إلى طي أوراق هذه النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها إشادة دولية باتفاق السلام المالي المبرمي ضمن مصاري الجزائر والأعمام را يأمل أن يكون الاتفاق ملهما لفرقاء الأزمة الليبية الاحتجاجات أمام الشركات الأجنبية في عين صالح تحرج السلطة وتحذيرات من تحول الاحتجاج لعصيان مدني وفي فلسطين المحتلة السنكار داخل غزة ضد وسم مصر لحماس منظمة إرهابية وتخوفات من تطور الأمر إلى ضربة عسكرية شكرا لكم على كرام المتابعة أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة